مباراة كاب فردي قائمة المنتخب هل ممكن يبقى فيها مفاجآت وعايز اعرف ليه تم اعفاء محمد صلاح طيب اعفاء محمد صلاح اولا طبعا المباراة الاولى بتاع كاب فردي هتكون برا وعلى نجيل صناعي ففي قرار ضمنه ما بين الجهاز الفني ومحمد صلاح انه هو مش هلعب على نجيل صناعي يعني حفاظا عليه فبالتالي اول مباراة مش هيبقى موجود فكان فيه انه فرصة نشوف ندي فرص لناس تانية وده بالاتفاق ما بين الاتنين يعني عشان الناس بس ما تربطش دايما ناس بتحب تقولك فيه ازمة من كابتن حسام ما فيش ازمة تخصص الحمد لله كان فيه اتجاه انه كمان اعفاء عدد كبير من المحترفين في المباراتين وانه يبقى فيه فرصة اكبر للعيبة لوجوه جديدة يعني لكن اللاعبين المحترفين عدد كبير منهم طلب من كابتن حسام ان احنا لا عايزين نكون موجودين وان احنا عايزين نشارك مع المنتخب ونكون موجودين وهو برضو غير وجهة نظره في اعفاء المحترفين عشان عايز برضو يكمل على المكاسب اللي عملها المنتخب عن التصنيف كمان تصنيف المنتخب وعايز داخل رايح من ماتشين كاب فيردي وبوتسوان يكسبهم يكسبهم بالزبط فده فيما يخص محمد صلاح تم الاعفاءه بسبب النجيل